من داخل الكتيبة 101 أخطر عشر تصريحات لرئيس الحكومة بخصوص سينة إدهارت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال تصريحات مهمة جدا من داخل الكتيبة 101 كلها تصريحات مهمة وخطيرة تعالوا بأن أقول لكم على أخطر عشر تصريحات مصر لن تسمح بحل أو تصفية أي قضايا إقليمية على حسابها مستعدون لبذل ملايين الأرواح من أجل سيناء عملنا على تنمية سينة بتوازي مع الحرب على الإرهاب نفذنا مشروعات بسينة خلال السنوات العشر الماضية بتكلفة بلغة 300 مليار جنيه سوف ننفذ مشروعات تنموية في شمال سينة بقيمة 363 مليار جنيه خلال الخمس سنين اللي جاين سننفذ مشروعات استثمارية في الرعاية الصحية بشمال سينة بقيمة 8.3 مليار جنيه نفذنا 14 مشروع في الرعاية الصحية بنحف مليار جنيه في شمال سينة سننفذ مشروعات في مجال الخدمات العامة بشمال سينة بقيمة 2.2 مليار جنيه إعادة تسكين أهالي سيناء في مجتمعات عمرانية حضرية تراعي طبيعة وثقافة المواطنين نفذنا مشروعات في المرافق والبنية التحتية بتكلفة 8.7 مليار جنيه في شمال سيناء